السلام عليكم اهلا وسهلا حبيباتي خباركم لبس ايديكم كثيرين مع الصحة اموركم بخير وعلى خير كانت تمنى هذا الفيديو لقاكم وتما بخير في احسن الاحوال في احسن الطرف ان شاء الله نهار جديد اختي وروتين جديد اليوم سنشارك معكم طريقتي في تنظيم تقضية ديالي سنشارك معكم اخوتي هادو هما اللي رطبت في الفيديو واللي سبق اللي كنت رطبتهم هكا لقبل سافي و سنجدهم ان شاء الله سنجدهم في هذه اللي باكت باش ننضمهم هكا في المجمد باش لوقيته اللي نحتاج شي حاجة كنلقها واجدة وكنلقها ديجا مرتبة وكيف ما كتعرفونا دائما نهار لاربها تنضير القطاني فكن نوع مرة عديسة مرة لوبيا مرة هكا شوية ديال فول ديال القناوة سافي اخوتي هدي الطريقة ديالي بالنسبة اللوبيا هدي غنقسمها على جوج فغالبا نهار كنضير اللوبيا كنضيرها غيبو حديتها لانك تعجب الوليدات مرة تنضير اللوبيا مرة تنضير اللوبيا كنضيرها غيبو حدها ولكن نهار اللي كنكونوا ديرين لعدس ضروري كنزيدو معه شوية ديال السردين ولا شوية ديال الشرن كنرافقوه معه وكيف ما قلت لكم اغلبية نهار كنضير اللوبيا كنضيرها غيبو حدها غالبا ولا شي مرة تقلال فاش كنضير معها كش مقيلة ديال السوسيس او لاشي كفيتها هكا كيف ما قلت لكم الحمد لله انا يا يعني مولفة ولداتي اللي درتها لهم تياكلوها ما عنديش معهم مشكي وغالبا انا يتنطيب ذك شي اللي كي بغيوهما يعني ماشي كنضير ليمشي حاجة لما تياكلوهاش الحمد لله تبارك الله رهوما ولو سيصيبوا جدوى الاكل اسبوعي كي سيصيبوا لهم كي سيصيبوا لهم الحمد لله وانا كنتبعوا لهم والحمد لله اللي سيصيبتها لهم ما كتر موالوك ناكلوها ما كيبقى منها حتى شي حاجة هادي نعمة معاند الله كنشكر الله سبحانه وتعالى عليها هادا خوتي والفول دي القناوة كيف ما كتشوفو حتى هو غدي نقسمو على جوج دي اللي باكد باش كل مره غنطيب نص يعني دي الكيميه احنا يرتبت 400 قرام اخوتي كي يجيزوين بزاف وكيف ما قلت لكم فيديو اللي سابق كين اللي كيكون شوية حمر وكين هاد البيض هادا ما دق دياله زوين واكيد الناس اللي مجربينه غي يعرفوني كيف ما قلت لكم انا بالنسبة لي القطنية كنحاول اني نطيبها بوحدة سافي نابتا هو وبعد المرات كننزيد معا شوية دي السردين فقط وكننزيد معا شوية دي الهريسة وكندوزو ناير ديالنا الحمد لله والشكر لله وهنايا غدي نقسم هكا يا هكا يا الحمص بالنسبة للحمص انا تنضير جوش كويسات هكاية في الباكت كنعمر جوش كويسات هما اللي كنحتاجهم في الحريرة كيجوني بالقياس ديال جوش كويسات انا ما تنحييت لي القشرة كنخلي بالقشرة دياله لان القشرة دياله لان القشرة دياله بالنسبة لهاد اللي باكت اخوتي انا ما كنشريهم شكل ساعة كيكونوا عندي غالبا تنشري كنشري هكاية الحم والكفتة كنجيبو فيهم اللي باكت كنخدم بيهم مره و جوج اللي كيتهرسوا من الجنب هكاية صافي تنرميهم ومع عمليين واقتصاديين وكيسهلوا عليك هكاية تنظيم وحتى في المجمد فاش كتحلوا المجمد او لا الفريقو ديال تلاجة ديالكم كتباليكم منظمة وكل حاجة متقدوم توله يعني كيساعدوا على التنظيم وعد تمن ديالهم اخوتي رهرخيص يعني في المتناول ديال جامع بمقارنة مع هادوك ليسا الشي اللي فيهم هكا ديك سنيسلا فهما التمن ديالهم رهرخص جوشت المرات صافي هكاية انا ولفتهم دائما هم اللي تنخدم بيهم وكيف ما قلت لكم زوينين وعمليين صافي بالنسبة هنا سنقسم كمية الحمص صافي حتى ويا كنت نحتاجه هكا الحريرة بعد مرات كنهزمنه وكسيكسو وان شاء الله بإذن الله في الول ديال الشهر او تاني مني كنجيب ضروري كندير نفس العملية اللي بالنسبة للوبيا ولا بالنسبة الحمص ضروري كنرطبهم وكنقدم هكا في المجمد لان بعد مرات حتى التالة ستتنخدم ثمانية الليل ولا هكاية سبعة ونص وكيتشها والحريرة كنه بنجبد الحمص كنلقى واجد ونقطع الربيع والكرافاس وندير ذلك المطايشة وكندير الحريرة ما كانت تاخد لي وقت طويل يعني اي حاجة كانت متوفرة عندكم في الدر هكا تعاونكم هكاية في التدبير المصروف ديالكم صافي اخوتاتي هات الشيلي كين كيف مشته صافي كل حاجة درتها في بلاستها هاتشي ما كياخدش معكم بزافة الوقت ولا كينكين ينفعكم بزافة في الحياة اليومية ديالكم ما كينش محسن من التنظيم ولو بابسط الحويج كل ما انضمتوا ريوتكم كل ما كنت تمشيهم زيان وبالنسبة للسيدات يعني كتخدمي في الكوزينة كنشجعكم على التحضيرات المسبقة قطعوا الربيع قطعوا الفلفلاء ذاك الشي اللي كتحتاجوه في اليومية ديالكم صافي وكت تلقوها كواجد الوقت اللي حتاجيتوه صافي هنا كيف ما كتشوفو قد ندير ليهم السلوفان وغندخلهم هكاية المجميد باش نقادهم وان شاء الله بإذن الله لوقت اللي حتاجيتوه قد يلقهم موجودين صافي اخوتي هاتي طريقة الام ايوب بسيطة وهاد اللي باكت كيف ما قلت لكم هم عمليين اخوتي عندي شوية ديال الحم هذا اللحم ديال الكعاوي ديال البقري حتى هو غندير ليه نفس القادية بالنسبة لهاد الحيمات فانا يكن نقطع هاد الحيمات كنقطعهم هكاية قطع على حسب الكمية اللي بغيت فبالنسبة لكل طريف ديال الكعوة كيف ما كتشوف 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 كيف تشوفوا على الصورة سوف نقوم بتنظيم التقضية سوف نقوم بتنظيم السلوفين وكيف لا تعرفوا كيف نجيبوا اللحم جديد ضروري كيف نطيب منه ساعة يعجبني اللحم كيف يكون جديد يكون حسن من هكما من انك تدخلوا مثلا المجميد يبقى عدكم اسبوع و العشر ايام يعجبني اللحم جديد نحن 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 نصب الوقت ليس معينة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة